احنا عرضنا طبعا فيديو المناشدات ان حد يوصل لنا ويحللنا مشكلتنا والراجل كان بيقول ده فيديو اللي بعده بقى اطفال عزبة ابو رجب اطفال عزبة ابو رجب اللي بيستغيث وبيقول احنا عايشين في رعب وان احنا مش في اسرائيل احنا مش اسرائيل احنا مصريين زيكم خلونا نسمي احنا مش اسرائيل احنا مصريين زيكم انتو بتعمل فينا تلالي احنا محتاجين سكن اداري وقريب من هنا لو انتو مش قادرين على حملنا احنا برضو محتاجين ان احنا نفضل هنا احنا هنا في العزبة من اكتر ما اصلا اي حاجة تجزل احنا في العزبة دين بقلنا سنين كزا واحد هنا كل ما الحكومة تيجي يجون من كام يوم او من كام شهر علشان يهدوا صور رعبوا الاطفال احنا في الامتحانات كنا بنجيب درجات زي الزفت كناش بنعرف نروح الدرس انا لما كنت بنزل كنت بلاقي ان الناس بترضل تهد كتير وانا ما كنتش بعرفها ذاكر واخاصة كانوا بيجوا من الصبح وكانوا بيجوا البدري فطبعا العربية لما كانت بتخش كيف بتدعي من الناس اللي كانت بتبقى موجودة حبا عدد كلمة احنا بس بالسيس وما انها عاملوا قضايا فهنا واهلنا ونحنا مش راقنا نقل معاهم كل مره يعملوا فيه قضايا ويجي الحكومة ونعمل موال وعملين قضايا اصلا في ناس ميتة ازاي يعملوا قضايا اصلا في ناس ميتة وبرضي كل مره تيجي الحكومة يرهبونا ويعملوا فينا كل حاجة برضو احنا برضو مش هنمشي مش هنمشي من بيوتنا مهما حصل هنمشي لازمة تدينينا حقولة زي ما عملت تزبتها العريق زي ما عملت بتوع عريق ولما مش عايز تدينها حقولة هدر بيت علينا الأطفال سمعت البنت اللي قبل الولد يعني اللي قبل الأخيرة اللي تكلمت اللي قالت احنا كنت بنزل عشان المذاكرة وعشان الدروس ما بعرفش روح دروسي ما بعرفش ازاي كدل درجاتنا زي الزفت بتا خالوا ما ابنت تقولي الكلام زي دوت ان فعلا درجاتها زي الزفت ه 이거는 تقول مين المتسبب ومين السبب يا جماعة حجر الموتوه بهدوح مش لازم كل حاجة بالدراع مش لازم كل حاجة عافية وما فيش حاجة هتمر قافية ومفيش حاجة هتمر بالدراعة كل حاجه بيتمر بالاحلوا المشكلة عايزين تعمله تنمية عايزين تعمله تطوير عايزين تعمله تحسين حلوا المشكلة خلونا نسمع جزء كمان من المشكلة واحتجاجات اهالي ابو رجب اهالي العزبة اللي بقى لها اكتر من مية وتلاتين سنة بالوسائق والمستناليات زي معرضناها والحكومة جاية تقول لهم دلوقتي مش ارضيكو وانتو مستولين عليها بالباطل ومتعديين عليها وهي مش ارضكو لكن الاهالي بيردو خلونا نشوف انا رئيس مش معترض والله يا رئيس انت بتقول حياة كريمة اعمل الحياة كريمة وانا ملاها الحياة كريمة انت يعني اودي انا اودي معايا تلاتة ايال اهم انا اوديهم فين انت بتقول حياة كريمة للأسطار للجيل اللي طالع حضرتك ايلها في مؤتمر في اول رئاسة جمهورية السيد الرئيس عبدالتاع السيسي ايلها بلسانه انا بعمل حياة كريمة للجيل اللي طالع لابنك وابني وابني كل المواطنين طب انا انت بتقوس علي ولا بتعمل حياة كريمة للجيل اللي طالع انت حضرتك اعمل حياة كريمة انا مش معطرة. بس سيبني اهل. اهل من اهل الحياة كريمة? انا من اهل الحياة كريمة. حضرتك وراءه. حوالين عزبت ابو رجف? امطار امطار فددين الاراضي. مش معنى عزبت ابو رجف. انا ما بيني وما بين الدائري لا يقل عن الفين متر. حضرتك تعال ابصوا على الاسبة. لا يقل عن الفين متر. ما بيني وما بين الدائري. مردومة يا فندم ارض زراعية مردومة عليها مليارات الامطار ردم مردومة. اتبارة الارض الزراعية حواليني. انت سبت الاراضي الزراعية بتقول دي بتاعت الدولة. تعال اشوف الاهالي عامل ايه في الاراضي? تعال اشوف التطوير لما بتقول حضرتك تطوير الردم ده بيروح فين? بيقول مقالب طبع المحافظة ما بيحصلش. حوالين الاسبة كل الامطار تعال اشوف حضرتك. انت بتقول الاسبة احنا من اهل التطوير. انا مش معطارك. هتوديني فين انا وعيالي? انت هتوديني فين? بتقول حياة كريمة انا من اهل حياتنا. انا ابن الارض وانا مش طالع يا فندي. اني حضرتك عايز. ايه مويتنا وعياني. شكرا يا سادت الرئيس. بسم بشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الى السايب الرئيس الامساني. اهالي عزبت ابو رجب بيستغيسه وبيصرخه وبيقوله يا جماعة بيقوله يا سادت الرئيس انا ما عنديش مشكلة والله انا مش معترض على حاجة بس حللنا المشكلة ودينا التعوضات ومتخلناش نتهجر يعني الناس يا جماعة مش معترضة على حاجة الناس تتكلم بهدوء جدا فلابد ان يستمع المسئولين لصوتهم او لصوتهم احنا تكلمنا عن ابو رجب وعزبت ابو رجب وصلتنا الضوء على هذه القطعة العزيزة العزبة الكريمة من ارض مصر محافظة القليوبية عزبت ابو رجب لباله اكتر من مية وتلاتين سنة والحكومة زيها زي كثير من العزب والاماكن والمناطق والمدن اللي بيتم تهجيرها علشان خاطر المستثمرين علشان خاطر نعمل كبري او نبني عاصمة او نبني منتجع جديد لكن ما عملناش حساب ابدا الاهالي والاسر اللي بقى لهم اكتر من مية وتلاتين سنة هم واباهم واجدادهم في هذا المكان نتمنى من المسئولين ان ينظروا الى هؤلاء الناس ان ينظروا لهذه الفئة ان ينظروا لازبت ابو رجب تحدثنا كثيرا عنهم وسنواصل الحديث عن كل عزب ونجوع ومحافظات مصر عن كل قطاعات ومؤسسات مصر حتى يعيش الناس في رخاء وامن وامان وسلام وهدوء وسكينة شوفكم الحلقة الجاية وانا الشعب اشتركوا في القناة